موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثي اليوم عن قول قاله الرب يسوع المسيح له كل المجد قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم من يستطيع أن يقول تعالوا إلي ومن يستطيع أن يريح الناس أو البشر من أتعابهم ومن الأثقال ومن الأعباء اللي بيرزحوا تحتها أو عايشين في ظروف صعبة مين يستطيع أن يعطي الراحة أنا أدعوك اليوم لك تشاهد هذه الحلقة عندما قال يسوع تعالوا إلي لمين هذه الدعوة ومن يقصد في هذه الدعوة وهل هذه الدعوة ما زالت موجهة لك شخصيا؟ ابقوا معي أعزائي المشاهدين سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احدعش مبتدئا من آية 28 مكتوب او قال يسوع المسيح تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا اخوتي وأخوتي هذه الدعوة دعوة ملكية البشير متى بيكتب لليهود عن المسيح الملك وطبعا المسيح بيتكلم لرعاية الملكوت في مبادئ عظيمة جدا مبتدئا من العزة على الجبل في إنجيل متى إصحاح خمسة وإصحاح ستة وإصحاح سبعة في هذا الإصحاح أحباء بيتكلم عن يحنى المعمدان يحنى المعمدان كان موجود في السجن وطبعا الهيرودوس أنتيبس كان بعير يحنى المعمدان وأكيد كان بيتكلم على يسوع يحنى كان موجود في السجن أرسل تلميذ حتى يسألوا يسوع أأنت هو أم ننتظر آخر فالرب يسوع صنع معجزات عديدة وقال اذهبا واخبرا يحنى بما تنظران وبما تسمعان وابتدى يقول العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها وبعدين يتكلم عن خدمته عن المدن اللي هي حول بحيرة الجليل حول بحيرة طبرية وهذه المدن رأت معجزات قوية وعظيمة جدا ولكن للأسف كثير من الناس لم تتب حتى بقوة المعجزات اللي شفوها من الرب يسوع المسيح فالرب يسوع المسيح تنبأ على هذه المدن وقال ويل لك يا كرزين ويل لك يا بيت صيدة ويل لك يا كفر نحوم وتنبأ عن كل المدن اللي موجودة حول بحيرة طبرية وهذه المدن أحبة انهدمت وما زالت مهدومة حتى يومنا هذا اندل على شيء بيدل على صدق دعوة المسيح ومصداقية رسالته وبيدل ايضا انه الله ساهر على كلمته لجريها وبعدين الرب على طول بيتكلم يعني الناس اللي مش مستوع به هذا الموضوع ان المسيح هو مخلص وفي نفس الوقت كمان يستطيع ان يلقي دينونة على الشعب الذي لا يتوب بيتكلم عن اعلانات الله مكتوب كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم احبائي هذه الدعوة من الرب يسوع المسيح كانت سبب بركة للملايين اللي اختبرت الخلاص واختبرت الراحة من خلال عمل يسوع المسيح تعرف حبائي نشوف هذا الخلاص وهذا التغيير وهذه الراحة بشكل مستمر حتى يومنا هذا اسمحوا لي ان اتكلم عن اختبارين اشخاص اتغيرت حياتهم وانا انقل النص بالزب كيف اتغيرت حياتهم اه واحد مثلا على سبيل المثال شاب من المغرب اعجب بهذه الكلمات من فم المسيح فتغيرت حياته عندما سمع عن المحبة وعن الراحة فتغيرت حياته واسألنا ليش تغيرت حياته كان بيسمع دائما كلمات بدلا مما جاء في القرآن ان الله لا يهدي القوم الكافرين فاذا شو تدافع ان واحد يبشر شخص بكافر ما بيعرف الله اذا الله لا يهدي الا القوم الكافرين هذا الشاب المغرب اعجب من محبة المسيح واعجب من هذه الدعوة عندما قال يسوع المسيح تعالوا الي يا جميع المتعبين واثقلي الاحمال وانا اريحكم شخص اخر من فلسطين وفعلا هذا تتألم كتير ولسيما في اشخاص من عيلته قتلوا بسبب طبعا الحرب وبعدين كان في حالي يائسة جدا وفي يوم من الايام عم بيمشي في مقبرة مسيحية ووجد مكتوب على حجر احدى القبور قال يسوع تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم فابتدى يتساءل ويقول من هو الذي يستطيع ان يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال فاستغرب من هذه الاية وقال انا اللي تعبان انا اللي محتاج لراحة انا اللي محتاج لفعلا اتحرر من القيود ومن الاعباء ومن الاحمال فتغيرت حياته تغييرا جذريا وفوريا ايضا وفعلا تغيرت حياته من حب الانتقام والكرهية بسبب طبعا القضية الفلسطينية والحرب الدائرة عندنا في بلادنا صار عنده محبة للجميع وتأثر جدا عندما قرأ في الكتاب المقدس عندما قال يسوع المسيح احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم تغيرت حياته بالكامل بسبب هذه الاية واحد من المغرب واحد من فلسطين وتصوروا احباء كتير من الناس اللي بتتغير حياتها من خلال هذه الاية فالسؤال من الذي يستطيع ان يقول تعالوا الي ومن يستطيع ان يدعو الناس الى نفسه ويستطيع ايضا له القدرة ان يعطي الراحة قال يسوع احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هي وحملي خفيف عادة النير احبائي كان يعتبر كتير مرات في الكتاب المقدس رمز للقهر ورمز للاضطهاد ونشوفه في عدة مرات في الشعية وفي ارمية مثلا 27 و28 بيتكلم عن نير البابليين بيتكلم عن العبودية بيتكلم عن القهر والذل عن استعباد والأسر ايضا نير بابل ثم من ناحية تانية بيتكلم عن الخدمة يعني متل ما قال ارمياء يعني جيد للرجل ان يحمل النير في صبا والنير طبعا هو آلة خشبية كانوا بحطوها على حيوانات اتنين بالواقع الغرض من النير عشان يخفف الحمل عشان لما بيحطوا الارض او مشين فبالنير اللي ما يكون موضوع على دبتين او على بقرتين بيكون متوازن حتى ما يشعروا بهذا الحمل لكن الفرسيين جماعة المتدينين حطوا اعباء واحمال يعني تحت اتقال على كاهل الناس ولسيما بالتقاليد الكثيرة التقاليد الباطلة اللي اتكلم عنها يسوع ابطلتم وصايا الله بتقاليدكم واللي ركزوا على حرفية النموس وايش بعلم المشنا والتلمود البابلي والقرشليمي الاخري فوضعوا اثقال واحمال كثيرة على الناس لكن من ناحية تانية يعني الكتاب بيتكلم انه دعوتنا احنا فعلا نكون مش بس احرار انه نقود الناس الى الحرية الناس تستمتع بحرية الله من خلال عمل يسوع المسيح اشعياء النبي لما تكلم عن الصوم وعن دوافع الصوم في اشعية 58 هو مش كل واحد بقول اللهم اني صائم وبيعمل السبعة وذمتها مش واحد بيكون صائم للناس يظهر للناس بدل ما انه الله الذي يرى في الخفاء هو يجازي علنية فشو بيتكلم اشعياء في اصحاح 58 آية 6 اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير واطلاق المسحوقين احرارا وقطع كل نير لاحظ ان المسيح قال هيا لان نيري هيا ولما بتقرأ تعليم المسيح عزته على الجبل عندما يبتدئ ويقول طوبة للمسكين بالروح طوبة للرحماء لانهم يرحمون طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبة لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعان وهكذا يستمر منهيا قائلا طوبة لكم اذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين بل افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السموات في ارمي اصحح 6 اي 16 يتساءل يقول اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم قال يسوع تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فعندما نتعلم من يسوع المسيح ونسلك ونسير في طريق ونسير في وصيا فعلا نكتشف انه راحة لنفوسنا هذه الدعوة احباء دعوة انجلية من الكتاب المقدس هذه الدعوة بكل بساطة هي دعوة للخلاص هي دعوة بالنعمة هذه الدعوة لكل من يشعر تحت ارزاح وتحت اثقال واصفاد العبودية انها دعوة لشفاء النفس دعوة للراحة من الرازح طبعا تحت الاثقال انها دعوة ليسوع المسيح شخصيا قال تعالوا الي لم يقل اهدنا الطريق ولم يقل اذا بتعمل كذا وكذا فالمسيح عم بيشجع الناس انه تيجي الى شخص المبارك يعني فيدعو الناس الى شخصه الى اليه لانه المثل الاعلى وفعلا يعني الكل يشهد من اصدقاء واعداء من حكماء وانبياء من ابرار وحتى اشرار انه فعلا المسيح الوحيد هو الكامل وطرم انه المسيح هو الوحيد الكامل فليكن الله صادقا وكل انسان كاذب اذا قال المسيح تعالوا الي ولا يستطيع ان يريح ولا يستطيع ان يخلص فاذا هذه الدعوة باطلة ولكن المسيح عندما يدعو يستطيع ان يجري معجزة تجديد في حياتك يجري معجزة تغيير ثوري وجذري وفوري الان في حياتك لان الكتاب يقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم فاخوتي واخواتي انها دعوة ليسوع المسيح شخصيا تعليم المسيح طبعا الناس مكتوب كانوا يشهدون لكلمات النعمة بالمقابل الفرسيين كانوا بحطوا احمال على الناس بتعليمهم مكتوب هنا فتجدوا راحة لنفوسكم وفي معنى اخر فتجدوا تطهيرا لنفوسكم في الترجمة السبعينية وايضا تجدوا يعني راحة لنفوسكم عندما نسير في طريق يسوع المسيح الا تستطيع ان تفكر معي قال يسوع المسيح تعالوا الي مش لأين باخر ولا عقيد اخرى ولا التعليم ولا شرائع ولا نوميس ولا تقوس ولا فرائد قال يسوع تعالوا الي وهذا التخصيص احبائي فقط المسيح يتخصص به هذه الدعوة اليه شخصيا في مرة اخرى قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا اشعياء مكتوب في سفر اشعياء التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض لاني انا الله وليس اخر قال يسوع في انجيل يحنى اصحح ستة والآية خمسة وثلاثين قال انا هو خبز الحياة من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا ايضا قال انتم تؤمنون بالله فامنوا بي في سحاح سبعة في انجيل يحنى مكتوب انعطش احد فليقبل الي فاذا هذه الايات بتورجه بشكل واضح التخصيص انعطش احد فليقبل الي من يقبل الي فلا يجوع التفتوا الي تعالوا الي من يقبل الي فلا اخرجه خارجا تعرف مرة بطرس الرسول كان عند الهيكل في اورشليم وكان في شحاد بينتظر صدقة قال له بطرس ليس لي فضة ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي يعني يسوع المسيح ولكن الذي لي فإياه اعطيك بسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي فقام هذا المريض في الحال وشفي طبعا من من مرضه فعندما يكون المسيح من نصيبك يكون الى كل شيء المسيح الذي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأثقال والأحمال فأنا أريحكم فالمسيح أحبائي مش مجرد كلام المسيح مش مجرد تعليم هيك على الهامش لما علم العزة على الجبل ونزل من الجمل الجبل بهتت الجميع من هذا التعليم وقالوا ما هذا لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان تعليم يسوع كانت محررة تعليم يسوع كانت شافية تعليم يسوع فيها روح وحياة تعليم يسوع بتبن بترفع النفسية كلام يسوع يخلص كلام يسوع يحرر كلام يسوع يريح يطمئن كلام يسوع بيبعث فينا الدفع والراحة والأمل وإشراقة النور في حياتنا حبي أنا بدعوكم لهذا الشخص إلى يسوع المسيح اللي فعلا تعرف حبائي يسوع حمل الخطية مكتوب عنه وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فالمسيح عشان يريحنا حمل خطيانا وذنوبنا وأثقالنا مكتوب الذي هو نفسه حمل خطيانا في جساده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم فإذا هو حمل الخطية وهو حمل خطيانا وهو أحبائي الكامل فحمل الشريعة والنموس لم يستطع أن يطبق أي إنسان لأن الكتاب واضح جدا بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد وقال الرسول بولوس في هذا الموضوع لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فلا يوجد إنسان يستطيع أن يطبق الشريعة بالكامل والرسول يعقوب تكلم من يعني حفز كل النموس وعثر في واحدة فقط بس في واحدة يكون مجرما في الكل فإذن المطلب أمام الله القدوس ما فيك تقول كبائر ولا صغائر فحشاء أو فجور كخطية كبيرة أو صغيرة في نظر الله أصغر خطيه إهانه موجهة لالله القدوس فعندما نسمع مثلا الله لا يهدي القوم الكافرين الله جاء من أجل البشر وجاء من أجل الناس حتى التي كفرت والتي جحدت والتي لم تؤمن بالله فجاء لي يريح من أثقال الخطية من أثقال العبودية من أثقال التقاليد من أثقال الشريعة للإنسان عجز على تطبيقها بالكامل أحبائي تعب الناس من ظلم الحكومات تعب طبعا من المعاناة في البحث عن الله لكن الرب يسوع هو المحرر الأعظم وتعرفون الحق والحق يحرركم فالمسيح وعد بالراحة وهذه الراحة ليس فقط في هذه الحياة شعب إسرائيل دخل كنعان يسمي الكتاب أرض الراحة ومع كل هذا مارسوا الخطية ولم يستطيعوا أن يدخلوا الراحة لكن تنبأ عن يومه فعلا من خلال يسوع المسيح ندخل هذه الراحة وفي يوم من الأيام هذه الراحة تستمر إلى الأبدية إلى أبد الأبدين نكون في السماء مع الرب يسوع في كل حين نتمتع بالراحة بالسلام مع الله بالفرح الحقيقي تمتلئ قلوبنا محبي فتجدوا راحة لنفوسكم هذه محبة الله أحبائي أنه فعلا نحفظ وصايا المسيح إخوتي وأخواتي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزاء المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة قول المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم هل أحسست بقوة هذه العبارة إنها دعوة للراحة إنها راحة طبعا لمعالجة شكوك يحنى المعمدان أنت هو أم ننتظر آخر قال يسوع العمي يبصرون يا من أنت متعب تحت حمل الخطايا قال يسوع أريحكم هذنها عطية المسيح هذه العطية لا تأخذ بالاستحقاق إنها راحة الخلاص إنها راحة الضمير هل بتنام الليل أم ضميرك متعب تحت أثقال تحت شكاية بسبب خطيتك بسبب زنبك هل أنت مقيد بالعبودية هل مقيد بخطية معينة دعوة المسيح تعالوا إلي هذه الدعوة أحبائي فعلا بدون أي استحقاق إلنا عندما نصل فعلا إلى الإفلاس الروحي الكامل تعرفوا عندما نتواضع عندها يعني عندما نسمع بطاعة للرب يسوع المسيح عندما خلاص نعلن بالإفلاس الكامل وتعبنا من محاولة تخليص أنفسنا من خلال حفظ النموس أو الخضوع للتقاليد الباطلة إنها راحة دائمة مستمرة طبعا بعيدة عن الأعمال هاي الراحة أحبائي هي اللي بتخلينا إنه نعيش بقوة المسيح ونعيش لمجد الرب يسوع المسيح أنا بدعوك اليوم إلى هذه الراحة ينادي يسوع الجميع من المتعبين اللي فعلا عم بيشعروا بحمل عم بيشعروا بعبئ تحت أثقال الخطيئة كل متضايق من النير كل شخص عم بيحس بأنه مربوط عم بيشعر أنه مقيد عم بيشعر أنه عاجز أنه مفلس لكل شخص عم بحاول يبحث ويصل لالله وصلت إلى طريق مسدود فيقول المسيح تعالوا إلي حتى تختبر سلام عميق سلام معراحة في ضميرك في حياتك في قلبك في داخلك هذا السلام أحباء اللي بيقدمه الرب يسوع المسيح مكتوب سلام يفوك كل عقل هذا السلام هو الذي عندما يملك في القلب فتصبح حياتك في سلام بغض النظر شو العواصف الموجودة في الخارج إنها راحة السلام إنها راحة الضمير إنها الراحة من تعب عناء وجهد وتعب وتضايق بسبب التقاليد الكثيرة اللي ربطتني واللي قيدتني كل أيام حياتي اتعبت من الاستغلال الديني اتعبت من الاستغلال الناس لحياتي اتعبت من العبودية عبودية الشيطان اتعبت من الدينون اتعبت من الشكاية اتعبت من الهموم اتعبت من الحزن اتعبت من الهم اتعبت من الأطقال اتعبت من النير اللي فيه قهر وفيه زل وفيه عبودية اللي بتاخدني إلى أسفل أنا الآن أنظر إلى يسوع ألتفت إلى يسوع وأقبل دعوة يسوع وأقول له يا رب أنا آتي إليك مثل ما أنا وتعال أعطيني الراحة مش بس في حياتي كمان الراحة الأبدية أنا أدعوك أخو وأختي فعلا اليوم أنك تختبر هذه الراحة من خلال عمل يسوع المسيح منواصل حديثنا لكن عاوز أخذ فاصل قصير وبعدين نبتدي مع الاتصالات إذا في عندك أنت مداخلي عندك سؤال بتحب تسأل إذا عندك أي اعتراض على هذا القول فيك تتواصل معنا لخطوط مفتوحة سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا عزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة قول يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم أحبائي رح أفتح الخطوط خليني أخذ المكالمة الأولى من زيتوني من تونس أهلا وسهلا أخ زيتوني أهلا وسهلا أخ زيتوني أريد بكل احترام نحن نتكلم نصوص وأنت الآن تقول قرارة آية ممكن تكون من القرآن والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم ليس جناز الظالمين أولا لا يهديهم لأن الله قد وعب لهم العقل والذي لا يستعمل العقل فقد جلب لنفسه نار جهنم أولا ثانيا بالله سأقرب بعض الآيات خطر أنا دائما أستسل من الكتاب المقدس ليس خارج الكتاب المقدس وأنا لا لا أبطهد ولا أتكلم كلام خير ما أقول أريد أن توضح لي أنتم تقولون وعقيداتكم بأن أحن نعلم أن نعلم أن المسلم يجل المسيح ونعظم المسيح وهذا في عقيداتنا نحن نؤمن بالمسيح كان بي أرسالهم الله لا يجب علينا أن لا نتكلم أي كلمة لأن القرآن تعلم أن القرآن قد قرم المسيح وجلل المسيح أولاً سأخرى من لوقا لوقا سأخرى معجزة فعالها يسوع المسيح يقول في لوقا السبعة والآية الحاشة الحاشة عشر هذا تقول وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدها ناين وذهب معه كثيرون من تلاميذه بالله أريد تركيز على التلاميذ وجمعهم كثير أنا أظن أن الأخ نزار هو ممكن أقوى من التلاميذ بعد أثير سنة فلما اقترب إلى بلد المدينة إذا ميت محيول ابن واعد بأمه وهي أرمالة ومعها جمعهم كثير من المدينة فلما رآها الرب يسوع تحنن عليها وقال لا تدكي ثم تقدم ولم سنعش فوقف الحاملون فقال أيها الشرق لك أقول قم فجرس الميت أي قامة وهذه المعجزة والتلاميذ موجودون ولكن أخ نزار إذا كان هذا أنا تكلمت عن معجزة واحدة هم رأوا مئات المعجزات ولكن عندما ما سأمسكوا بيسوه ومضعوه على الصليب وأرادوا صده وبسكوا على يسوه وفعلوا هذا الكل لماذا التلاميذ أولا البطر في قد أكامه وهو قال في عاصل القديم من أنكرني قدام الناس أنكره أنقيره قدام أبي أولا ثانيا هرود الأسخاريوتي باعه بثلاثين من الدرس من الفقدة ثانيا لماذا التلاميذ إذا كانوا فعلوا هذه المعجزات لماذا تركوه كلهم وهم يعلمون أنه هو الله وأنا أرادهم أخي زار زكريا بطر ورشي وكلهم تستكلمون أقوى من التلاميذ لأن كان من أذر لا يعرف التلاميذ كاذا يعرف طيب أخوي زيتوني المداخلة سؤالك وصل أخ زيتوني أعطيني فرصة عشان أرد عليك أنا بشكرك كتير يعني اسمعني أنا رح أرد عليك بهذا الموضوع أولا أنت ذكرت أنه يعني أن الله لا يهدي القوم الظالمين الآية بتقول كمان يهدي القوم الكافرين على أي حال أنا مش هذا المقصد المقصد أنا عم بقتبس شخصه شو كتب سمع آية أن يسوع قال تعالوا إلي وأنا أريحكم تأثر جدا بقوة هذه الآية وتغيرت حياته وهو يكتب بدل من أنه بالمقابل أن الله لا يهدي أوكي هذا الشيء أنا بتكلم عن اختبار شخص تغيرت حياته وبيكتب وإحنا منقول نفس التعبير طبعا أنا بستشهد بالآية كم هذه القوية تقود الشخص إلى الحرية شيء ثاني أنت اقتبست معجزة قوية اللي حدثت في قرية نائين وفعلا رب يسوع المسيح بسلطانه والتلميذ فعلا شافوا هذه المعجزة وفعلا شافوا مئات المعجزات ورأوا سلطان يسوع وقدرته على الخلق وفتح العيون وإقامة الموتة ولاحظ بكلمة أو يعني بحركة أنه ما عدش يصلي لالله أو يستظهر بآيات لك أقول قم فقام لكن للأسف حتى عشان أريحك يا زيتوني مش بس أنه عند الصليب حتى شافوا المسيح بعد القيامة وفي إنجيل مرقص إصحاح 16 ولكن البعض شكوا لقساوة قلوبهم شو بدي أقول لك يا زيتوني هذا الإنسان هذا الإنسان اللي ممكن يشوف كل البرهين وأنا ذكرت بأنه المسيح صنع أعظم معجزاته في كفر نحوم وبيت صيدة وكورزين وكاتسرين والمجدل وكل هذه المدن اللي كانت حول بحيرة الطبرية لكن أخيراً عنفها واتكلم بدينوني على هذه المدن اللي رفعك فعلاً دائماً بقولك انظر إلى نهاية القصة مش بدايتها بطرس أنكر يسوع المسيح لكنه بكى بكاء مراً ولاحظ إنه المسيح انت اقرأ الإنجيل بالكامل في يوحنى 21 آية 15 كان المسيح مع التلميذ وبعدين المسيح حط عينيه بعينين بطرس وسأله يا سمعان بنيونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال له يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي هو المسيح أصلاً دعا من قبل يكون راعي وصياد نفوس وأنه يتبع يسوع المسيح لكنه ضعف وأنكر يسوع المسيح وحتى يحنى في السجن عم بيسأل أأنت هو أم ننتظر آخر لكن أخوي زيتوني نهاية القصة إنه التلميذ امتلأوا من الروح القدس وحلت قوة الله في داخلهم وهذا بطرس اللي كان خايف راح لمنطقة الهيكل وقال لرؤساء اليهود واليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموه لكن الله أقامه من الأموات وفعلاً لم يستطيعوا أن يقاوموا بطرس تلات تلاف شخص في عزة واحدة آمن في يسوع المسيح من خلال عزة بطرس الرسول والرب يسوع لعلمك تنبأ عن بطرس إنه راح يموت بأية ميتة مزمع أن يمجد الله بها ولما نيرون ابتدأ الاضطهاد في روما وفعلاً ألقى القبض على بولوس وعلى بطرس بحسب تقليد الكنيسة وإنه فعلاً بطرس كان خارج من روما الرب قال له على وين يا بطرس رجع ومات وصلب بطرس لكن قال هذه العبارة حاش لي أن أصلب مثل سيدي صلبوا بطرس بالمقلوب تطلع على نهاية القصة أخوي زيتوني وتطلع على الإنجيل بشكل متكامل لا تأخذ آية وتركز عليها وتنسى كل صياغة الحديث من الكتاب المقدس الرب يباركك حبيبة خليني أخذ مكالمة تانية من عباس من الكويت أهلا وسهلا أخوي عباس أنت معانا على الهواء تفضل السلام عليكم الحمد لله على سلامتك يا أخ عباس مبسوط أن أسمع صوتك ربنا يباركك ونتعرف أخ عباس أنا بحبك ودائما بصلي من أجلك وبصلي من أجل بيتك وأولادك ومن أجل أحفادك ربنا يباركك أخوي عباس تفضل حبيبي أخوي زيتوني 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 الله عز وجل الكتاب الكريم إذا أنت تأكير فيه إنما جزاء الذين يحعلون الله والرشول له ويشعون في الأرض فسادا هذه الآية تخصكم ولا ما تخصكم أنت يا أخوي زيتوني الآية ما عناك وعن الفاشدين وعن السلف الطائل وعن الشاطين والدواعش اللي تكلمون عنهم عطوني بشة ومكان عمره ما فيه ما فيه والآية الثاني شو تقولك ومن يعص الله ورشله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عرفت أخوي يا الزيتوني هل أنت الله عز وجل يأمرك يا أيها الذين آمنوا أنت ما تعتبر القرآن أصلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تقسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكابل أنت تمسح ولا تقسل أنت تمسح ولا تقسل أفزلك طيب أخوي عباس أنت وصلت الرسالة لزيتوني لأنني أعلم بس على الساس أن هؤلاء الذين يتكلمون لا يؤمنون بالله حقا لا يؤمنون عندي رسالة حد إخواني المسيحين وبعدين لي كلمة أنا أتكلم عن نفسي شوف يا طيبين يا المسيحيين يا محبين المسيح على السام ويا محبين الله عز وجل بشكل عام أشهد أنك هو الله اسمعوني مضوط المسيحين والمسلمين كلكم اسمعوني عدل أشهد أنك هو الله الي أسوع الحي جل جلاله وهو هو الله الرحمن الرحيم جل جلاله تسعة وتسعين بربع خمس ست مرات ولك الهداء من الله عز وجل لا تعد ولا تحصد الشي تقول أنت يا أخوي المسيحي تقول أشهد أنك هو الله اليسوع الحي طيب أخوي عباس وهو هو إذا تكرمت لي وهو هو الله الرحمن الرحيم جل جلاله أخوي إذا تكرمت بشغال عن نفسي أنا اللي حصلوا إياي أنا أهديك أهديك عيالي وحفادي هديك مني في مجلس الأمن وحقوق الإنسان ها هو هيئة الأمن كل يشعرون عليها وحفادي أنا أهديك أذوي العيالي وحفادي كلهم لمجلس الأمن لأن بعضي اللي عندي بالكويت مراضي أعطي حقي ما قدر أختام قضايا فضوء حلالي أشكرت عدد الفجرم محلات كلها راحة طقات هل سؤالي لهيئة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومجلس هل أصل الفساد هل أصل الفساد في الدول العربية والإسلامية هم رؤساء هاي وقاعدت هاي وعلماء هاي اللا دين بيين هل هدولي أخوي عباس أخوي عباس أخوي عباس يلا أعطيك كمان مصدقيقة يغمن حقي عائدة كشيف أمر ضر عظيم يحفظ حقي اللي هم ليش الفلك أنا أقول الفلك يوقف والعالم أقول لا وأنا أثبت للعالم أن الفلك يوقف وعلى علم لا يوجد أي مكان وأحأكم عائد وعائد وشكراً غوي ندار عليها المكرمة ورحم الله عليكم شكراً كثير يا أخي عباس شكراً كثير على التجيعة أخوي عباس أشهد يا أخي الحبيبي شكراً كثير ربنا يباركك يا أخي عباس شكراً كثير على هذه الشهادة الحلوة أنك تشهد أن المسيح هو الله ربنا يباركك ربنا يحميك يا أخ عباس ربنا يحميك وربنا يعود لك يعود أولادك وبيتك من أي ظروف صعبة عم بتواجهها خليني أخد مكالمة من فلسطين من مريم من فلسطين أهلا وسهلا مريم انت معانا على الهوى سلام المسيح كيف تخنزال يا هلا يا هلا أهلين أهلين أخ مريم إحنا متعودين نشوفك على أرض الواقع تشرح عن المواقع الأراضي المقدسة أهلا وسهلا فيك المرة الماضية حاولت أعمل مداخلة بس كنت متأخرة ما كنتش عارف دوام البرنامج عارفش إذا بتسمح لي بس أعلك على شغلة وحدة بالمسبة لهل المسيح جاء إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فضل يا فضل على السريع هذه واضحة خي نزار يعني هكذا أحب الله العالم وليس هكذا أحب الله إسرائيل نعم حتى بدل ابنه الوحيد حتى أنه لم أرسل ابنه هو لسه في اللفة لأرض نصر حتى يطهرها من الأصنام يعني مش بس لإسرائيل نعم فهي يعني بالنسبة للجمعة الماضية هلا بالنسبة للموضوع اليوم تعالوا إلي طبعا يعني فيش حدا غيره يا أخ نزار أن نلتج إلو وهو القائل بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا أمين أكيد أكيد بس هو ما تسنعها حتى هي التي تبحث عنه هو اللي أجه وزلس على البئر وانتظرها وريحها ورجعت وبشرات وأجوا آمنوا في أهل السامرة يعني أنظر برضو لمريم ومرسة كيف ريحهم في موت أخوهم لعاذر لما قالها إن آمنت ترينا مجد الله وأقام أخوهم وطرحهم يعني يسو المسيح ما كان حتى ينتظر أن الناس تجيه هو اللي كان يبحث أمين يا أخت مريم أمين أمين نعم هذا هو ربنا يبارك الله يباركك الله يباركك وانت صليلنا يا أخت مريم والربي يباركك وشكرا كتير لك على المداخل ربنا يحميك وربنا يبارك خلينا أخد مكالمة من عبد الله من المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا أخويا عبد الله تفضل أنت معنا على هو أهلا بيك أخي زاد أهلا وسهلا تفضل حبيبي أنا من المغرب يا أخي أنا آسف آسف تفضل أخويا عبد الله أرجوك أن لا تقلق عليك لا تقلق عليك لا لا بس يعني خد مداخل أو سؤال سريع عشان نرد لأنه في كتير اتصالات أوكي أوكي أنا أرى أن النسيحيين أبقياء جدا عايزين يدخل الجنة بكل سهولة وبكل أريحية لا سجود ولا ركوع فقط قاعد على التراسل في الكليسة وعلى قين الأسنام الصليبية على عناقهم فأنا أولا ساق بين كليسة أو الصينما أرجوك جاولي على السؤال طيب على فكرة يعني هذا الشيء أنت بتتكلم عن خلفيات حضرية والمر اللي فاتت أنا قلت لك أنه أنا كنت في بلد وكان الاجتماع أحبائي من خلفية إسلامية كان في عدد كبير وكل هاتنا كنا قاعدين على حصيري وعلى مساند على الأرض إذا الغرب بيقعد على كرسي طبعا إحنا رسالة المسيح مش عايشين مثلا شو كانوا بيعملوا من ألفين سنة لا رسالة المسيح الفحوة الروح اللي بتغير الإنسان مش من جوه الله مش بيتطل على إنسان بيقعد على كرسي ولا على طاولة ولا بيقعد على الأرض بيتطل على القلب من جوه نعم الفرق بين الكنيسة الكنيسة هي مكان العبادة جماعة المؤمنين اللي بيحبوا الرب وبيصلوا وبيعبدوا بأله والسينما مكان للأفلام مشاهدة الأفلام طلع أخي عبد الله أنا جاوبتك المرة اللي فاتت أنا جاوبتك المرة اللي فاتت ورجعت أنا أراها أنا مسلم طلع في كتير مسلمين اليوم يعني أنا طبعا أنا في شيطان عليهم أنا أنا في رؤية أكثر من أكثر من الأراب لا خليني أحكي لك كمان في سينماات كتيري اتغيرت وكانت من وفي أماكن دعارة اتغيرت وصارت أماكن للعبادة قوة المسيح بتغير في أماكن كتير معابد وثنية اتغيرت وصارت مكان للعبادة أخوي عبد الله اسمعني اسمعني الفكرة مش بالكرسي ولا المكان حبيبي أنت عم تتكلم لا معناته في ناس بتقعد في ناس بتصلي وهي ركبها على الأرض وفي ناس بتصلي أكثر من خمس مرات فالمقياس مش هذا لأنه في ناس كتير بتصلي أكثر من هيك وبتقعد وبتجلس وبتركع وبتنحني للأرض مش هذا الفرق الله بيتطلع على القلب فما هو قلبك؟ هل أنت قلبك مثلاً بس مجرد أنك بالدين الآخرين أو أنت تفحص قلبك كيف الله بينزر إليك؟ أخوي عبد الله أنا بنصحك فعلاً أنه تقول له يا رب يعني ابحث قلبي وخليني فعلاً يعني آتي إليك يكون عبادة حقيقية لشخصك خليني أخد كمان مكالمة من الولايات المتحدة مين معاي؟ وديعة تفضل أخت وديعة أهل وسهلة أهل وسهلة أخت وديعة تفضلي شكراً أخت وديعة تفضل أنت معنا على الهواء؟ شكراً بس على الهواء بدي مع الأخ نزار أيوة أنت معنا على الهواء تفضلي صباح الخير أخ نزار صباح الخير ربي باركك اللي بدي أقوله أن المسلم يتجرأ أن يسأل بالمسيحية ولكن يجب أن يسأل بالإسلام ما بيسترجي ينظر إلى القدى في عيني ولا ينظر إلى الخشبة في عيني الأخذ يتنقل من محطة لمحطة مبسوط على فكرة أن الـ 12 تلميذ أنكروا المسيح لكن لا يرى ما بعد قيامة المسيح كيف انتشرت المسيحية من خلال هدول الـ 12 البسطة الفقراء للعالم كله بينما بعد موت الرسول ترتد الإسلام كلهم كانوا حواليه عشان الأكل والشرب والجبن وخايفين من سيفه ولما ما ترتدوا بالآلاف هذا الشي ما بينتبه له وبعدين ما بيعرف أنه خلفية التلميذ في هديك الأيام كانت ينتظروا ملكوت أرضي كان يفكروا أنه راح ييجي هذا المخلص ليخلصهم من الاستعمار الروماني فأنا بترجى من الأخذ زيتوني يفهم أكتر ولما بدي يسأل يعرف إيش بيسأل لأنه المسلم دائما بتجرأ على المسيحي وبيسأل لكنه ما بيقدر يسأل شيوخه ويعرف الرب يعطيهم فتح بصيرة يتعرفوا على المسيح ويعرفوا الحق وينه لأنه بدون هذا الإله إحنا ضايعين إحنا في جهنم أكيد مئة بالمئة شكراً كتير كتير أختي ربنا يباركك شكراً وربنا يباركك خليني أخد مكالمة من الأخت نهى عراقية من الولايات المتحدة تفضل أخت نهى أخت نهى أت معنا على الهوى طيب أيوة تفضل أخت نهى على السريع سلام المسيح سلام المسيح معك تفضل أختي أوكي خليني أخد مكالمة من أبو مهند أبو مهند أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى تفضل تحية محبة لأخي وصديقي وحبيب نظار شهين أهلا وسهلا أخوي أهلا وسهلا تفضل أبو مهند عشان الوقت أهلا وسهلا بعودتك تعيش يا حبيبي وإذ كان رمية البعيدا رآه أبوه فتحنن ورقض ووقع على عنقه وقبله لوقى خمستاش عشر الابن الضال فاختار المقطع من القصة الذي يبين عودة الابن إلى أبيه بعد أصرف أموال والده وبدخه بالفحش فأظهر الوالد واقفا على الباب وهو ينتظر ابنه الآتي من بعيد عندما عرض الفنان اللوهة على صديقه المسيحي اعترض هذا الأخير قائلا آه لا هذا غير معقول وذاك الخطأ الجسيم في اللوحة لم يقف الوالد ما كانه بحسب القصة بل رقض متجها نحو ابنه أجاب الفنان الصيني بعجب قائلا لا يوجد أبصين واحد يسمح لنفسه أن يفعل ذلك مع ولده الذي كان مشين الله قال له المسيحي هنا العجب هذه القصة تبين لنا قلب الله الذي هو أكثر رقضا مقارنة مع أحسن وأفضل وأشرف أهل الأرض كم هي عجيبة محبة الله للخاطر أمين أبو مهند أظهر الرب سوع الآب متشوقا لمغفرة خطيئة كل ولد من أولاده التاعبين عندما كان الأب الإبن الضال مقبلا رآه الوالد تحنن عليه وأصرعه بنفسه للقائه بدون أي معاتبة فلعنقه وقبره آمين أبو مهند شكرا كتير أبو مهند أنا آسف بس مشان الوقت خليني أشوف كمان مكالمة أهلا وسهلا أخسامي تفضل ابتمعنا على الهواء مرحبا أهلا وسهلا أهلا أهلا أنا في عندي سؤال لك لما أنت حد تحكي بخصوص أنه الرب يعني في القرآن الكريم بقول أنه ما بصير أنه يعني ما بيخفر للكافرين إن الله لا يخفر للكافرين ففي عندي سؤال بخصوص يعني برضه في الإنجيل موجود أنه سيد المسيح حكى أنه لا تلقوا للقدس للكلاب ولا تعطوا الدرر ولا تلقوا بالدرر أمام الخنازير نعم فشكرا كتير أخوي بني سؤال كتير كتير منيح أولا أنا اقتبست شو الأخ اللي كتب بالمقارنة أن المسيح قال تعالوا إلي وأنا أريحكم أما أنت بتقطبس من إنجيل متى في عزة المسيح لا تطرحوا درركم قدام الخنازير لأن الخنازير لا تميز الأشياء القيمة إن أعطيتها دهب ولا جواهر راح تدوسها بإجريها تعارف الخنزيري بتعيش في الوحل وبتدوس أو الكلاب فتلتفت وتمزقكم يعني لا تعطوا القدس اللي هو اللحم اللي كان يقدم للكهنة أو يقدم في الهيكل يسمى هذا اللحم القدس يعني أقدس شيء فالكلب لا يميز كلاب الشوارع اللي بتعيش على الفتات وبتعيش على القمامة بتميز الشو بتعطيها إذا هذا من القدس أو كلا يعني ما تعطيش الأشياء القيمة لأشخاص أو لمن لا يقدر قيمتها هذا هو المعنى أخوي بني للكلام اللي أنت بتقوله يعني شخص أنت عم تعطيه كلام الله وعم بيحتقر وعم بيزخر وعم بيستهزئ بدل ما أنه يقول يا رب افتح قلبي افتح عيني أنا بدي أعرف الحق بدي أعرف الحقيقة أنا بدي يعني مش بدي أحكم لكن ولا بدي أحتقر خليني إذا أنت حي وموجود اتعامل وكلمني وفعلا أخوي بني صدقني كتير ناس أجت للمسيح بسبب هذه الصلاة جرب هذه الصلاة قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقي للأحمال وأنا أريحكم تعال ليسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة